يشارك منتخبنا الوطن المبارزة في بطولة آسيا للعموم للرجال وسيدات التي تنطل غدنا وتستمر حتى السابع والعشرين من يونيو الجاري في الكويتة في الأسلحة الثلاثة الفلورية والسابر والآي بيه كآخر بطولات الموسم الرياضي الجاري ويضم منتخبنا أربعة لاعبين ولعباته من هيان العزعزي في سلاح فلوريه وخليفة العبري ومهرى عبدالله في سلاح السابر ومحمد المازمي في سلاح الآي بيه وتحظى البطولة الآسية بمشاركة كبيرة من معظم دول القارة على مستوى فئة العموم للرجال وسيدات من نخبة لاعب آسيا الذين يبلغ عددهم ثلاثمائة وعشرين لاعباً ولاعبة من ست وثلاثين دولة ومن المتوقع أن تتسم المنافسات بالقوة في ظل مشاركة نخبة لاعب القارة حيث تعد مرحلة إعداد قوية للمشاركين في أولمبياد باريسة الفين واربعة وعشرين